أشهد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأسس والمشروعات والأعمال الإنسانية النبيلة التي تطلع بها مملكة البحرين في ضوء ما أرساه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مشروعه التنموي والإنسانية الشامل والذي كان السلام والتكافل والتعايش والكرام الإنسانية من أبرز ثوابته ومقوماته نعم ونوها المجلس بما يوليه جلالة رعاه الله دوما من حرص ورعاية واهتمام لتعزيز وتنمية روح التكافل في المجتمعات ودعم أطر العمل الإنساني في العالم مثمنا في هذا السياق ما تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دعم وتجيع للجمعيات والمؤسسات الخيرية المنتشرة في مختلف ألحاء البلاد جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثانية التي عقدها المجلس في دورته الخامسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رفع المجلس التهنية هو تبركاته إلى مقام جلالة ملك البلاد المعظم وإلى سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء وإلى صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وذلك بمناسبة الذكرى الحادي والعشرين لإنشاء المجلس الأعلى للمرأة مقدرا الجهود المتواصلة التي يطلع بها المجلس الأعلى للمرأة لخدمة قضايا المرأة والأسرة والمجتمع بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد هنأ المجلس الجميع بعودة الطلاب والطالبات إلى الحياة الدراسية الطبيعية داعيا الهيئات الإدارية والتعليمية إلى استشعار مهمتها الدينية والوطنية الجليلة في بناء الأجيال القادمة مؤكدا أهمية التعاون بين أطراف العملية التربوية والتعليمية لتخريج جيل واعي ومعطاء مسلح بالعلم والمعرفة والأدب ومحصن بالدين والقيم والأخلاق يكون قادرا على حمل أملة المستقبل ترجمة نانسي قنقر